إلى الشأن العراقي حيث خرج مئات المعلمين من أمام نقابتهم في مظاهرة متجهين إلى مجلس محافظة نينوى في مدينة الموصل وذلك للاحتجاج على استمرار قطع رواتبهم وعدم صرفها منذ ثلاثة أعوام أثناء سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل وساروا وهم رافعين شعارات طالبة الحكومة العراقية الاتحادية بدفع مستحقاتهم المالية المدخرة لدى الحكومة وذلك لما يعانوه من أوضاع معيشية صعبة